مفاجأة مدوية ستشاهدونها في هذا الفيديو. الاسلحة والتكنولوجيا العسكرية الامريكية والروسية. مسروقة من الحضارة الفرعونية المصرية. نعم كما سمع جميع الاسلحة المتطورة لدى القوتين العظمتان في العالم الان. الولايات المتحدة الامريكية وروسيا. كانت اسلحة فرعونية. او دعونا نقولها بشكل دقيق. مسروقة من الحضارة المصرية القديمة. ستشاهدون في هذا الفيديو اسلحة وتكنولوجيا عسكرية عجيبة كانت الحضارة الفرعونية تستخدمها قديما للدفاع عن حدود مصر وقامت الدول الاستعمارية بسرقتها ونقلها لبلادهم وقموا بعمل التجارب والدراسات الكثيرة وقموا ايضا بانشاء المصانع العسكرية الضخمة لاحياء هذه التكنولوجيا المتطورة للحضارة الفرعونية القديمة والدعوى زورا وبهتانا بانها من اختراعهم واكتشافاتهم استعدوا جيدا وشاهدوا الفيديو لنهايته فهو فيديو شيق للغاية فهناك الكثير من المفاجآت التي لم تسمع بها من قبل وستعرفون ان التطور والتكنولوجيا الموجودة حاليا في كل مكان في العالم من حولنا كانت بالنسبة لقدماء المصريين مجرد العاب وادوات بدائية وقبل ان ابدأ سيقول بعضكم عندما يسمعوا هذه العجائب انها خرافات وليست معقولة لذلك وقبل ان ابدأ اريدكم ان تسمعوا هذه الايات القرآنية الكريمة ألم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وهذه الاية تؤكد ان الامم السابقة كانت اكثر منا تقدما وتطورا لكثير ويقول ايضا ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وهذه الاية توضح ان الله سبحانه وتعالى اعطى السابقين علوما لم يعطنا مثلها ويقول ايضا كالذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا ويقول ايضا اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وهذه الاية تؤكد ما لا يدع مجالا للشك ان القدماء كانوا اكثر قوة وعمرانا للارض من زمننا الحالي بكثير جدا لذلك وقبل ان تبدأ في سماع هذه الاعجيب والتي يعجز العقل حتى عن تصورها اريدك ان تنفض عن عقلك تلك الفكرة السيئة والتي زرعوها في عقلك على مر السنين من ان الانسان الاول كان بدايا وهمجيا ويعيش في الكهوف ويلبس الصوف فما ستسمعه وتشاهده في هذا الفيديو يؤكد عظمة واعجاز القرآن الكريم عندما كشف لنا كاذب هؤلاء المزيفين والمنافقين والذين تلاعبوا بتاريخنا وعقولنا وان الاوان ان نعرف الحقيقة وعظمة تاريخنا واجدادنا الفراعنة تشيد البرابية لتصبح منظومة عسكرية دفاعية تضم اجهزة تدمير اشعاعي عن بعد وراء دارات وشاشات عرض سينمائي ذكر ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب والمسعودي في مرويج الذهب واخبار الزمان والمقريزي في الخطط وابن اياس في نزهة الامم والسيوطي في حسن المحاضرة وابن وصيف شاه في اخبار مصر وعجائبها وغيرهم امر البرابيك اشهر واعظم ما شيده الفراعنة من وسائل دفاعية عسكرية مشيدة على اسس ونظريات علمية وفلكية وبطل سمات تكنولوجية عجيبة ومحكمة واشهر هذه البرابي البربى التي شيدتها تدورة الساحرة فقد ذكر ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب انه بعد هلاك فرعون موسى وجنوده لم يبقى في مصر من اشراف اهلها احد من الرجال ولم يبقى من الاشراف سوى النساء والعبيد والاجراء فاجتمع رأي النساء على ان يلين منهم احدا فولوا على الحكم امرأة يقال لها دلوكة وكان لها عقل ومعرفة وتجارب وكان عمرها مائة وستين سنة وكانت الملوك قد طمعت في مصر فارسلت الملكة دلوكة الى عجوز ساحرة يقال لها تدورة وكانت السحرة تعظمها وتقدمها في عملهم وقالت لها ان نحتاج الى سحرك ولا نأمن ان يطمع فينا الملوك فعملي لنا شيئا نغلب به على من حولنا من الملوك فقد كان فرعون يحتاج اليك فعملت بربا من حجارة في وسط مدينة منف وجعلت له اربعة ابواب باب منها الى جهة القبلة الجنوب وباب الى جهة البحر الشمال وباب جهة الغرب ورابع جهة الشر اي جعلت البربا مربعا ومتجها الى الاتجاهات الاصلية الاربعة مثل الهرم الاكبر وصورت في هذه البربا على جدرانه او واجهاته الاربعة صور الخيل والبغال والحمير والصفن والرجال وقالت لهم قد عملت لكم عملا يهلك به كل من ارادكم من كل جهة يؤتون منها برا او بحرا وهذا ما يغنيكم عن الحسن فان اتاكم عدو من جهة البر على خيل او بغال او ابل او في سفن او رجالة تحركت هذه الصور التي في الجهة التي يأتون منها فما فعلتم بالصور من شيء اصابهم ذلك في انفسهم على ما تفعلون بها فلما بلغ الملوك حولهم ان امرهم صار الى ولاية النساء طمعوا فيهم وتوجهوا اليهم ببنودهم وخيولهم وصفنهم فلما اقتربوا من حدود مصر تحركت الصور التي في البربا بالجهة الاتين منها فكلما فعلوا شيئا في هذه الصور المتحركة اصاب ذلك الجيش مثله فما فعلوا بتلك الخيل المصورة في البربا من قطع رؤوسها او فقئ اعينها او بقر بطونها يحدث مثل ذلك في خيول الاعداء التي ارادتهم وان كانت سفنا او رجالا يحدث لها مثل ذلك ايضا فانتشر ذلك بين الناس والملوك فتناذرهم وذكر المسعودي في مرويج الذهب قولا قريبا مما قاله ابن عبد الحكم واضاف عليه ان تدورة جمعت في هذه البراب العظيمة المشيدة البنيان اسرار الطبيعة وخوص الاحجار والنبات والحيواني الجاذبة والدافعة وجعلت ذلك في اوقات حركات فلكية واتصالها بالمؤثرات العلوية وقال ان الناس ممن سلف وخلف تكلموا في هذه الخوص واسرار الطبيعة التي كانت ببلاد مصر وان قصة برابيت الدورة مؤكد عند المصريين لا يشكون فيه كما ذكر في اخبار الزمان ان البرابية كان بها مواضع صحن وسحق وحل وعقد مما يدل على انها عملت لصناعة الكينيا وكانت تدار بالات السحر وهي الات ميكانيكية والكترونية وذكر المقريزي وابن اياس وغيرهم ما قاله ابن عبد الحكم والمسعود في شأن هذه البربا وذكر ابن عبد الحكم ان مصر لم تزل ممتنعة عن الاعداء بتدبير تدورة الساحرة بفعل البربا الذي صنعته حوالي اربعمائة سنة وكان كلما انهدم من ذلك البربا شيء من الذي فيه الصور لم يقدر على اصلاحه الا تدورة او اولادها او اولاد اولادها لانهم هم فقط الذين على علم بطريقة اصلاحه ومعرفة علمه حتى تولى لقاس بن مارينوس الحكم فانهدم من البربا جزء وكان اهل بيت تدورة قد هلكوا ومتوا جميعا فلم يقدر احد على اصلاحه او معرفة علمه فبقي على حاله وانقطع بذلك ما كانوا يقهرون به الاعداء مما سبق يتضح ان البربا التي شيدتها تدورة كان يمثل منظومة دفاعية تضم رادارا او قمرا صناعيا او كاميرات مراقبة على الحدود تقوم برصد الاعداء عند اقترابهم من حدود مصر ونقل تحركاتهم وعرضها على شاشة سينمائية هي واجهات البربا الاربع فاذا سقطت الصور على الواجهة الشرقية علم ان الاعداء قادمون من جهة الشرق واذا سقطت على الواجهة الجنوبية علم انهم قادمون من جهة الجنوب واذا كانوا قادمين في سفن من جهة بحر الشمال ظهرت صورهم وسفنهم على الجهة الشمالية وهكذا وكانت البربا تضم اجهزة تدمير اشعاعي عن بعض متصلة باقمار صناعية تعمل بتقنية اخرى بحيث يكون في قدرة هذه الاجهزة ان تمكن الراصدين او الحراس او الجنود الذين يشاهدون تحركات الجيوش المعادية عند الحدود ان يقضوا على هؤلاء الجنود وسفنهم وخيولهم باشعة مدمرة وهم في مكانهم داخل منف عن طريق احداث ما يشاءون في صورهم فيحدث نفس الامر في الحال في اصحاب هذه الصور من جنود الاعداء عند الحدود المصرية وكأن البربا جهاز كمبيوتر يصدر اليه الجندي المصري امرا بان يقتل الجندي والظاهر صورته او الخيل او السفينة وغيرهم في البربا بنمط او اسلوب معين فيقوم هذا الكمبيوتر بتوجيه الرسالة الى قمر صناعي في الفضاء او جهاز ما داخل البربا فيصدر منه اشعة تتجه الى الشخص المراد اصابته في الحال وتحدث فيه الاثر المطلوب او يتم ذلك بتقنية اخرى ما زالت مجهولة لنا واستخدامات البربا تشبه الى حد كبير البرنامج الدفاعي الكبير الذي شرعت الولايات المتحدة منذ عدة سنوات في انشائه والمعروف بحرب النجوم والذي تهدف من ورائه الى تدمير صواريخ الاعداء المتجهة الى امريكا وهي في الجو قبل سقوطها على المدن الامريكية بالاضافة الى تدمير مركبات وجنود الاعداء بالاشعة المدمرة وذلك عن طريق الاقمار الصناعية بعد رصد تحركاتهم وظهور صورهم على شاشات العرض في المراكز العسكرية المركزية بالولايات المتحدة فيتم تدمير هذه الجيوش قبل ان تقترب من الحدود الامريكية ومن الواضح ان المؤرخين المسلمين اخطأوا او اخطأت المصادر التي نقلوا عنها حينما قالوا ان البرابية كان مصورا عليها صور جنود وخيول وصف وكانت هذه الصور التمثيل تتحرك عند اقتراب الاعداء في واجهة البربا القادمين من جهتها فهذا الكلام لا يعقل والصحيح ان نقول ان البربا جائز انها كان مصورا فيها صور لسفن وجنود وخيول ومعارك على سبيل الزينة ولكن هذه الصور لم تكن تتحرك عند اقتراب الاعداء ولكن الصور التي كانت تتحرك على واجهة البربا هي صور الاعداء انفسهم وعدتهم وتمكنهم من القضاء عليهم باجهزة التدمير الاشعاعي عن بعد فلم تكن واجهات البربا الا مثل شاشات العرض السينمائي فهي عبارة عن حوائط بيضاء مثل واجهات البربا فقد كانت من احجار بيضاء وغالبا لم يكن عليها اي صور او نقوش ليظهر فيها صور الاعداء من خلال كاميرات المراقبة الحدودية او الاقمار الصناعية او ما شابه ذلك عند اقترابهم من الحدود ونتيجة لتكرار ذكر ان هذه الواجهات كان يظهر فيها صور تتحرك عند اقتراب الاعداء ظن من سرد هذه الوقائع بعد ذلك سواء من المصريين او غيرهم ان واجهات البرابي كان عليها صور مثل النقوش المصورة على المعابد وان هذه الصور ذاتها هي التي كانت تتحرك بتقنية ما عند مهاجمة الاعداء لارض مصر والسؤال الان اذا لم يكن ما نقله المؤرخون المسلمون عن تلك البرابي صحيحا وهذه البربا كان يتم من خلالها تدمير الاعداء عن بعد فعلا فكيف علم هؤلاء المؤرخون بتلك المنظومة الدفاعية العسكرية التي طبقتها بعض الدول الان بنظريات وعلوم وتكنولوجيات متقدمة جدا والتي يتم من خلالها تدمير الاعداء بالتحكم الاشعاعي عن بعد ورصد تحركاتهم بالاقمار الصناعية والرادارات وكاميرات المراقبة ومشاهدة صورهم بشاشات العرض المتصلة بهذه المنظومة ولا اجابة لهذا السؤال سوى الاعتراف بان الفراعين تشيد هذه البرابي بتكنولوجيات وتقنيات علمية متقدمة ومتطورة جدا كانت تعتمد على معارف وعلوم شتى كعلم الفلك والهندسة والالكترونيات والفيزياء والكيميا والطلسمة وغيرها مما ذكره المؤرخون الاسلاميون والدليل على ذلك ما قاله المسعودي من ان البربا جمعت اسرار الطبيعة وخوص الحيوان والنبات والاحجار الجاذبة والدافعة يقصد القوى المغناطيسية ولها علاقة بحركات النجوم والكواكب وكأن الفراعين تستخدم الكواكب انفسها كبديل للاقمار الصناعية ولها اتصال ايضا بالمؤثرات العلوية وهي الاشعة والموجات الكونية وكانت هذه البرابي والاجهزة التي بداخلها مصممة بطريقة معقدة ودقيقة بدليل انه لم يكن احد على علم بها او يستطيع اصلاحها الا تدورة وابناؤها واحفادها لانهم ورثت هذا العلم وهم وحدهم الملمون او المطلعون على التقنيات المصممة على اساسها هذه الاجهزة وانها كانت تدار بآلات السحر بمعنى آلات تكنولوجية وانها عملت لصناعة الكيميا وكان هذا هو السلاح الاول الذي سرقته امريكا وروسيا من الفراعنة واستخدموه فيما يسمى بحرب النجوم وما زالوا يستخدمونه حتى الان ليس هذا فقط لقد بلغ التقدم والتطور عند المصريين القدماء مبلغا لا يكاد يصدقه العقل فيكفي ان تعرف ان الفراعنة اول من صنع القنابل النووية والامطار الصناعية وتحكم في سرعات الريح وقوى الجاذبية الارضية ذكر المسعودي في اخبار الزمان والمقريز في الخطط وغيرهم ان الملك كلكن ابن خريت ملك مصر بعد ابيه وبدأ ملكه من الاسكندرية واقام بها شهران ثم رجع الى منف وهو اول من اظهر صناعة الكيمياء بمصر كما قال المسعودي حيث كانت مكتومة قبله اي غير مصرح باذاعة ونشر اسرارها فكان يطرح مثقالا واحدا من الذهب على قنطير من النحاس فيحيلها الى ذهب فكثر الذهب في ايامه وملأ به دور الحكمة واستغنى الناس في زمانه عن استخراج المعادن لقلة حاجتهم اليها ولكثرة الذهب ويحكي المصريين القدماء انه اخترع اشياء تخرج عن العقل حتى سماه الحكماء حكيم الملوك وغلب جميع الكهنة في علمهم ويقول للقط ان كالكن كان يرتفع ويجلس على رأس الهرم في قبة تلوح على رأسه هذه القبة او الكرة التي كانت فوق الهرم الاكبر ورد ذكرها في برديات منف وكانت كرة تعكس اشعة الشمس بالنهار وتضيء منف بالليل وتظهر فيها صور النجوم والكواكب وتحركاتها وديكاناتها وقد سبق ان ذكرناها في حلقات السابقة ويقولون ان كالكن اقام على رأس الهرم مدة او استطر عن الناس مدة حتى توهموا انه مات وهلك فطمع الملوك في مصر وقصدها ملك من ملوك الغرب يقال له سدوم في جيش عظيم واقبل نحو وادي هيت ليغزو مصر فاقبل كالكن حتى بلغهم ثم احاطهم بشيء من سحره يشبه الغمام فكانت غمامة شديدة الحرارة وهم تحتها لا يدرون اين يتوجهون من الحيرة فقدت عليهم وعلى دوبهم فمتوا جميعا ثم رجع الى مصر وبلغ خبره الناس والملوك فهابوا وصور المصريون صورة في جميع الهياكل وبنى هو معبدا لزحلم سوا اسود في ناحية الغرب وجعل له عيدا والغمامة او السحابة التي صنعها كالكن فوق جيوش سدوم وكانت شديدة الحرارة هي نفس اوصاف الغمامة او السحابة النووية اي ان كالكن القى فوق جيوش الاعداء بسحره قنبلة نووية صغيرة او محدودة انفجرت في الجو وصنعت السحابة النووية التي تشبه عيش الغراب وسقطت على جنود الاعداء فاهلكتهم جميعا هم ودوبهم وعلى ذلك يكون كالكن حسب ما هو متوفر لنا من معلومات حتى الان هو اول من صنع القنابل النووية واستخدمها في الحروب ويكون الفراعنتهم اول من ملك وصنع الاسلحة النووية التكتيكية محدودة النطاق فان كانت هذه المعلومات التي سردها مؤرخ العرب من قبيل الخرافات او الاسطير والمبالغات فكيف تسن لهم ان يعلموا تقنية عمل القنبلة النووية وانها شيء يلقى في السماء فيحدث سحابة شديدة الحرارة تهلك وتفني كل من تسقط عليه او يقع في نطاق هذه السحابة والاشاعة الصادرة منها وهم لم يشاهدوا او يسمعوا عن السلاح النووي في زمانهم وذكر المسعودي في اخبار الزمان ان الملك بقراويس ابن مصراين وهو احد ملوك مصر قبل الطوفان وهو مؤسس مصر وسماها باسم ابيه مصراين تبركا به وكان جبارا ومتصلا بالجن ولديه علوم من العلوم التي علمها درابيل من ادم فقهر بها الجبابرة الذين كانوا معه وهو الذي بنى مدينة امسوس منفحين ملك مصر وهو الذي امر بحفر النيل حيث انه قبل ذلك لم يكن معتدل الجاري فكان ينبطح ويتفرق في الارض فوجه الى النوبة جماعة حتى هندسوه وشق منه انهارا الى مواضع كثيرة من المدن التي بناها وصنع عجائب كثيرة سنذكر بعضها كلا في حينه ومما صنعه بيت او مكان كان يسمى بيت الروح او الحكمة وهو مشتق من الكلمة المصرية القديمة بربا ومعناها بيت الروح حيث ان كلمة برب معنى بيت وكلمة باب معنى الروح ويمكن ترجمتها ايضا البيت المقدس او بيت الحكمة وكانت البرابي تعتبر من الاماكن المقدسة او الاماكن العلمية المحظور على العامة دخولها او الاقتراب منها لانها تحمل بداخلها اسرارا واجهزة علمية فهي تشبه ما نعرفه اليوم بالمراكز العلمية السرية او العسكرية والمفاعلات النووية ومحطات توليد الطاقة من الاماكن التي يحظر على العامة دخولها او الاقتراب منها وكان هذا اكبر صورة من نحاس مذهب على منار عال يطلع السحاب عليها فمن استمطرها امطرت عليه ما يشاء وقد هلكت هذه الصورة في الطفان والمقصود ان هذه البربا كان بها منار عال مسلة او برج مثبت فوقها تمثال من نحاس مذهب عبارة عن جهاز يصنع سحابة فوق البربا او المنطقة المحيطة به تمثل سحابة صناعية تمطر ما بها من ماء لمن يستمطرها بوسيلة وتقنية علمية عن طريق لمس شيء معين او الضغط على شيء ما بالبربا او المنار او باي وسيلة اخرى فهذا البربا لم يكن الا جهازا او محطة لتوليد الصحب الصناعية التي تسقط طلمياه على الناس حسب الطلب وذكر المقريزي في الخطط وابن اياس في نزهة الامم ان الملك منقوس ابن منقوس بن شدات بن عدين وهو ما يطلقون عليه مينا موحد القطرين ومؤسس الاسرة المصرية الاول بنى في صحراء الغرب مدينة وجعل وسطها قبة عظيمة تظللها سحابة تمطر شتاء وصيفا مطرا خفيفا وما قاله مؤرخ العرب عن قيام الفراعنة سواء سحرتهم او علماؤهم بتصنيع السحاب الصناعي ذكر مثله ايفان كوند في كتابه السحرة والسحرة عند الفراعنة حيث ذكر ان احدى الكتابات المكتشفة بردية او مخطوطة التي اكتشفت في مدينة اكيليا ورد بها ان الساحر المصري حرنوفيس قام بانقاذ جيوش مارك اوريل عندما حاصرها الاعداء وافتقرت الى المياه خلال المعارك التي وقعت في مورافيا حيث استطاع هذا الساحر بسحره ان يسقط الامطار وقد نعت هذا الساحر في المخطوطات بكاتب المعبد في مصر ووردت في البرديات الفراعونية انه في عهد رمسيس الثان كان هذا الفراعون بفضل فاعلية مقدرته السحرية يستطيع ان يطلق الرعود وهي السحب الصناعية التي تسقطت الامطار او على العكس يستطيع ان يجعل الجفاف يخيم على دولة حيثيين عن طريق ست الها الرعود والامطار وعقب ايثان كونج على ذلك بان الساحر كان قبل كل شيء عالما متخصصا في العلوم الغامضة المبهمة والملاحظ ان نصوص البرديات توحي بان الساحر كان يسقط الامطار ويطلق الرعود ويحدث الجفاف بقدرات خاصة به وليس بقدرة الاجهزة والادوات العلمية التي يصنعها ويخترعها كما اوضح مؤرخ العرب فكانت بذلك النصوص العربية ادق واوقع واكثر موضوعية وعقلانية من نصوص البرديات ولعل هذا يرجع الى ان عمة الناس وكاتب البرديات كانوا يعتقدون وهما وخداعا ان كل ما يفعله الساحر نتيجة قدرات خارقة امده بها الاله او الشيطان او الطبيعة وليس نتيجة علمه الذي يمكنه من صنع ادوات واجهزة واسليب علمية تظهره امام الناس على انه من اصحاب المعجزات الخارقة وذكر المسعودي في اخبار الزمان ان الملك سهلون بن سريق احد ملوك مصر قبل الطفان كان ملكا عالما ومنجما وكاهنا وعدلا وهو الذي رتب الدولة وجعلها سبع طبقات وابتدع ما يستغرب من الصناعات واقام على اعالي الجبال سحرة يقسمون الريح ويمنعون من اراد بلدهم باذن ومعنى اقامته على اعالي الجبال سحرة يقسمون الريح انه اقام مراصد جوية وفلكية في اعالي الجبال وجعل بها سحرة وعلماء يرصدون الرياح وسرعتها وتحركاتها ويتحكمون في سرعات واتجاهات هذه الرياح عند اقترابها من مصر من خلال اجهزة علمية موجودة بداخل هذه المراصد لانه لا يعقل ان نقول ان هؤلاء السحرة كانوا يقفون فوق الجبال ويأمرون الرياح ان تنقسم وتتفرق وتبتعد عن ارض مصر فتأتمر الريح بامرهم وبالنسبة لتحكم الفراعنة في قوى الجاذبية الارضية فقد سبق ان ذكرنا في فيديو سابق عند الحديث عن رفع احجار الاهرامات بالذبذبات الصوتية وصندوق اوزيريس ما قاله المسعودي في طريقة رفع احجار الاهرامات وما يوجد بشرحه من اشارات تفيد ان الفراعنة كانوا يرفعون الاحجار بالذبذبات الصوتية والشحنات الكهروستاتيكية التي تقوم بالغاء الجاذبية الارضية واوردنا قول علماء المصريات من ان الفراعنة تمكن من الغاء الجاذبية الارضية عند رفع احجار الاهرامات عن طريق ذبذبات صوتية وشحنات كهروستاتيكية بناء على ما قرؤوه ببرديتين الاولى وجدت بمقبرة احد مهندس الدولة الوسطى بالكرنك وجاء بها ان كبير مهندس المعبد كان عنده قدرة على رفع الاحجار والاعمدة بدون مجهود وبدون الاستعانة باي قوى بشرية والبردية الثانية ترجع الى الدولة القديمة وعثر عليها بمنطقة سقار وهي محفوظة بمتحف اللوفر بفرنسا وجاء بها ان الكاهنة الساحرة بالمعبد كان يعاون العمال في نقل الاحجار الضخمة بقراءة التعويذ السحرية وصندوق اوزيريس وقد اوضحنا في فيديو سابق ان صندوق اوزيريس هذا لم يكن الا صندوقا الكترونيا يصدر نوعا من الذبذبات الصوتية والشحنات الكهروستاتيكية التي تؤدي الى الغاء الجاذبية الارضية حول الحجر ورفعه الى مكانه بالهرم بكل سهولة حتى الرادارات والاقمار الصناعية واجهزة الانذار المبكر استولى الغرب على التكنولوجيا الخاصة بهم من الاثار الفرعونية التي سرقوها من مصر ليس هذا فقط ولكن نحمد له انهم لم يجدوا حتى الان الجزء الاهم في تلك المنظومة العسكرية الفرعونية المتقدمة وهي جهاز تدمير اشعاعي وجدت اثاره في بقايا منارة الاسكندرية القديمة وان كنت لا تصدق فاسأل نفسك لماذا منارة الاسكندرية القديمة كانت احدى عجائب الدنيا السبع لماذا منارة عادية تنير الطريق في البحر للسفن وصفها القدماء والمؤرخون بهذا الوصف اعلم ان ما قيل في شأنها في الكتابات الحديثة لا يتفق مع هذا الوصف لكن من يراجع اقوال مؤرخ المسلمين وبعض مؤرخ اليونان عن الاستخدامات العسكرية والدفاعية لهذه المنارة ويعيد صياغة هذه النصوص بمصطلحاتنا العلمية والعسكرية المستخدمة حاليا يكتشف من اول وهل أن المنارة كانت تمثل منظومة عسكرية دفاعية تضم مجموعة من الاجهزة المماثلة للاجهزة الدفاعية الحديثة كاجهزة الرادار والاقمار الصناعية العسكرية واجهزة التدمير الاشععي والانذار المبكر فكان مثبتا باعلى المنارة قمر صناعي ورادار وجهاز تدمير اشععي وجهاز انذار مبكر وساعة شمسية بالاضافة الى شاشات تشبه الشاشات التلفزيونية كانت موجودة باعلى قمة المنارة تظهر بها صور السفن المعادية التي يتم رصدها عن طريق جهاز الرادار والقمر الصناعي الموجودين باعلى المنارة وقد اختلف المؤرخون في من بنى المنارة بسبب تهدمها اكثر من مرة واعادة بنائها فكان كل منهم ينسبها الى احد الملوك الذين اعدوا بنائها فقيل ان الذي بناها هو ذو القرنين وقيل ان دوكة الملكة التي ملكت مصر بعد هلاك فرعون موسى هي التي بنتها وقيل ان الاسكندر الاكبر المقدونية هو الذي بناها وقيل بل كليوبترا هي التي بنتها وقيل ان احد ملوك مصر قبل الطفان هو الذي بناها وقيل غير ذلك واجمع كل المؤرخين على وجود تماثيل وقباب او كرات معدنية كانت فوق المنارة يتم من خلالها رصد سفن الاعداء واطلاق صفارات الانذار عند اقترابها من ميناء الاسكندرية ورصد السفن ومشاهدتها في شاشات موجودة بالمنارة وهي ما زالت في ميناء رما او ميناء القسطنطينية في بلاد الروم وتمثال يوده اشعة حارقة الى هذه السفن عند اقترابها من الاسكندرية للاغارة عليها ومن الواضح ان المنارة العجيبة هي المنارة القديمة لا المنارة التي اعاد بناؤها الاسكندر الاكبر كبديل للمنارة القديمة فقد ذكر المقريزي في الخطط وابن اياس في نزهة الامم نقلا عن استاطاليس في كتابه الاثار العلوية ان منارة الاسكندرية كانت احدى بنية العالم العجيبة وان الذي بناها بعض ملوك البطالسة بمصر بعد وفاة الاسكندر الاكبر بسبب انه كان بينهم وبين ملوك الروم حروب في البر والبحر فجعلوا هذه المنارة مرصدا للسفن في البحر فجعلوا في اعلاها مرآة عظيمة من نوع من الاحجار المشاعة من الكوارتزي او الاحجار الكريمة فكانوا ينظرون فيها ليشاهدوا مراكب البحر القادمة من رومية من على مسافة تعجز الابصار عن ادراكها فيستعدون لها قبل ورودها لميناء الاسكندرية وكان طولها في هذا الوقت حوالي مائتين وثلاثين ذراعا تقريبا وكان طولها قديما حوالي اربعمائة ذراع فتهدمت على طول الازمان وتتابع الزلازل والامطار وقال الابشيه في المستطرف ومن المباني العجيبة منارة الاسكندرية التي بناها ذو القرنين وقيل انها كانت مبنية بحجارة مهندسة مغموسة في رصاص فيها حوالي ثلاثمائة طابق تصعد الدبة بحملها الى كل طابق وللطوابق شرفات ونوافذ تطل على البحر ويقال ان طولها كان الف ذراع وفي اعلاها تمثيل من نحاس منها تمثال رجل قد اشار بيده الى البحر فاذا صار العدو نحو ليلة منه سمع له تصويت يعلم به اهل المدينة مجيء العدو فيستعدون له ومنها تمثال كلما مضى من الليل ساعة صوت تصويتا مطربا ويقال انه كان باعلاها مرآة من الحديد الصيني عرضها سبع اذرع كانوا يرون فيها المراكب بجزيرة قبرص وقيل كانوا يرون فيها من يخرج من البحر من جميع بلاد الروم فاذا كانوا اعداء تركوهم حتى يقتربوا من المدينة فاذا مالت الشمس للغروب ادروا المرآة في اتجاه الشمس واستقبلوا بها السفن فيقع شعاعها بضوء الشمس على السفن فتحرق في البحر ويهلك كل من فيها وكانت الروم تؤدي الخراج ليأمنوا بذلك من احراق سفنهم ولم تزل المنارة كذلك الى زمن الوليد بن عبد الملك وذكر المسعودي في مرويج الذهب ان الكثير من المصريين والاسكندرانيين يذهبون الى ان الاسكند المقدونية هو باني منارة الاسكندرية ومنهم من يقول ان دالوكه الملكة هي التي بنتها وجعلتها مرصدا لمن يرد من العدو الى بلدهم ومنهم من يرى ان الفرعون العاشر من فراعنة مصر هو الذي بناها ومنهم من يرى ان الذي بنى مدينة رومية هو الذي بنى مدينة الاسكندرية ومنارتها والاهرام بمصر وانها اضيفت الى الاسكندر لشهرته بالاستيلاء على اكثر ممالك العالم والملك الذي بناها جعلها على كرسي من الزجاج على هيئة السرطان في جوف البحر وعلى طرف اللسان الذي هو داخل في البحر من البر وجعل في اعلاها تماثيل من النحاس وغيره وفيها تمثال يشير بسبابته اليمنى نحو الشمس اينما كانت من الفلك اذا علت في للسماء فاصبعه دائما يشير نحوها ان يحرك يده بطريقة ميكانيكية ليظل اصبعه مشيرا الى موقع الشمس في السماء فاذا انخفضت اختفت يده للاسفل ليدور معها حيث دارت ومنها تمثال يشير بيده الى البحر اذا صار العدو منه على نحو من ليلة اي يشير بيده الى البحر اذا اقتربت من الميناء سفينة وكانت تبعد مسافة تصل الى عدة اميال فاذا دنى وجاز ان يرى بالبصر لقرب المسافة سمع لذلك التمثال صوت هائل يسمع من ميالين او ثلاثة اميال فيعلم اهلل المدينة ان العدو قد دنى منهم فيستعدون لملاقاته ومنها تمثال يسمع له صوت مختلف كلما مضى من الليل والنهار ساعة وكان طول المنارة حوالي الف ذراع وباعلاها مرآة يجلس الرقباء او راصدون حولها فاذا نظروا الى العدو في البحر في ضوء تلك المرآة اي اذا ظهرت صور سفن الاعداء في هذه المرآة او الشاشة التليفزيونية المضيئة صوتوا بمن قرب منهم ونصبوا باعلاها اعلاما فيراها من بعد منهم فيحذر الناس وينذروا البلد فلا يكون للعدو بحيلة عليهم سبيل وقد تهدم الجزء العلوي من المنارة في زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان بحيلة احتالها عليه ملك الروم حيث بعث اليه احد خدامه فجاء اليه واخبره انه من خوص ملك الروم وانه اراد قتله لغضب ومكيدة وانه يرغب في دخول الاسلام فاسلم على يد الوليد وتقرب منه ودله على دفائن وكنوز استخرجها له من بلاد دمشق وغيرها من الشام بكتب كانت فيها صفات تلك الدفائن فطلب منه الوليد ان يدله على المزيد من اماكن هذه الدفائن والكنوز التي كانت للملوك القدماء فقال له ان الاسكندر وضع تحت منارة الاسكندرية امولا وجواهر وكنوزا لا يحصى عددها فبعث الوليد معه بجيش وعمال فقام هذا الرجل بهدم نصف المنارة من اعلاها وازال مرآتها فضد الناس من اهل الاسكندرية وغيرها وعلموا انها مكيدة وحيلة فلما علم الرجل باستفادة الامر وانه سيبلغ الوليد وانه قد بلغ مراده وما يحتاج اليه هرب في الليل في مركب كان قد اعده لنفسه ووطأ قوما على ذلك من امره فتمت حيلته وعاد الى ملك الروم وذكر المقريزي وابن اياس نقلا عن ابن وصيف شاه ان الذي بنى المنارة جعل في وسطها قبة على اسطين من نحاس والقبة من ذهب ونصبوا فوقها مرآة من معادن شتى قطرها خمسة اشبار وكان ارتفاع القبة مئة ذراع فكانوا اذا قصدهم احد من الامم من البحر او من البر عملوا لتلك المرآة عملا فالقت شعاعها على العدو واحرقت ولم تزل هذه المرآة على حالها الى ان غلب عليها البحر فنسفها ويقال ان الاسكندر بنى المنارة الثانية على شبه المنارة الاولى وكان عليها ايضا مرآة يرى فيها من يقصدهم من بلاد الروم فاحتال بعض ملوك الروم على قلمها فارسل من ازالها وكانت من زجاج مضغوط وقيل من حديد صيني وكان عرضها سبعة اشبار وذكر ابن اياس في نزهة الامم ان البعض قام بقياس ارتفاع المنارة فوجد ان طولها مائتان وثلاثة وثلاثون ذراع مقسمة الى ثلاث طبقات الاولى مربعة وطولها مائة واحدة وعشرون ذراع والثانية مثمنة وطولها احدة وثمانون ذراع والثالثة مدورة وطولها احدة وثلاثون ذراع ومما سبق نستنتج ان المنارة كانت مثل ناطحات السحاب في ارتفاعها وتتكون من ثلاث طبقات كل طبقة تتكون من مجموعة من الادوار بها شرف ونوافذ وباعلى المنارة الاتي اولا قبة من ذهب على اعمدة من نحاس فوق القبة مرآة مضيئة يجلس حولها الراصدون فيشاهدون فيها السفن الموجودة بمواني بلاد الروم والسفن القادمة الى ميناء الاسكندرية من على بعود مئات الاميال وكانت هذه المرآة او جزء منها مركبة من عدة مرايا متصلة ببعضها وبينها فواصل تستخدم في تسليط اشعة حارقة تحرق سفن الاعداء بعد ان تسقط عليها اشعة الشمس حينما يديرونها ويجعلونها عمودية عليها وغالبا كانت هذه الاشعة اشعة ليزر تخرج من يقوت احمر مركب في المرآة او كانت المرآة او جزء منها مصنوعا بالكامل من سقوط الاحمر الذي يولد اشعة الليزر عند سقوط اي شعاع قوي عليه وكل ذلك يتم بطريقة ميكانيكية والكترونية كما هو واضح من شرح المؤرخين ثانيا مجموعة من التمثيل او تمثال واحد يقوم بمجموعة من الوظائف هي يصدر صوتا كلما مضى ساعة من الليل او النهار وبالتالي فهو يمثل ساعة اوتوماتيكية يشير بسبابته اليمنى نحو الشمس ويدور معها اوتوماتيكيا اينما دارت ليحدد موقعها في السماء حتى تغرب فيكمل دورته ليشير باصبعه اليها عند الموضع الذي ستشرق منه في الصباح بالاضافة لانه يصدر صوتا عند اقتراب احدى السفن المعادية والتي لم تأخذ اذنا بالمرور من الميناء فيستعدد الحراس والجيش واهل المدينة لملاقاتها وبالتالي فان هذا التمثال يعمل كجهاز انذار مبكر نأتي الان لهذا السلاح العجيب والذي صنعته الحضارة الاولى على الارض وكان عبارة عن مرايا من الكوارتز وقباب معدنية استخدمها الفراعنة كرادارات واقمار صناعية ذكر المسعودي في اخبار الزمان وغيره من المؤرخين ان الملك سوريد بن سهلون احد ملوك مصر قبل الطفان وباني الهرم الاكبر والكثير من اهرامات منطقة منف القديمة ويرى بعض العلماء المعاصرين انه هو نفسه الملك خوفو على اعتبار ان خوفو عند علماء المصريات هو باني الهرم الاكبر واسمه في اليونانية سوفيس وهو قريب من سوريد فقد ذكر المسعودي ان سوريد هو باني الاهرامات ومشيد البرابي وهو اول من جب الخراج بمصر واول من امر بالانفاق على المرضى وبنى المنارات ونصب الاعلام والطلسمة والمعابد وحسن عمارتها على احسن ما تقدم لسواه فاحبه الناس وحمدوا امره وصنع سوريد بواسطة مهندسيه وعلمائه مرآة من اخلاط معادن شتى ومواد مختلفة وضعها في وسط مدينة امسوس وهو اسم مدينة منف قبل الطفان فكان ينظر اليها فير الاقليم كلها وما اخصب منها وما اجدب وكل ما يحدث فيها وكان يرى فيها كل من يأتي من اي ناحية قاصد النصر اي يرى كل من يقترب من الاعداء من حدود مصر فيأخذ اهبته لذلك والاوصاف التي وصفها المسعودي وغيره على هذه المرأة تنطبق تماما مع اوصاف القمر الصناعي وشاشات العرض التلفزيونية المتصلة به وكاميرات المراقبة فهذه المرآة في الغالب كانت شاشة عرض متصلة بقمر صناعي او كاميرات مراقبة تظهر فيها صور الاعداء الذين يقتربون من الحدود وكل مدن وقرى مصر فيعلم الملك والمسؤولون منها احوال هذه المدن والقرى وذكر المقريزي في الخطط ان الملك شداب بن عدين انشأ منارا على رأسها مرآة من اخلاط تظهر فيها الاقالين وهذه المرآة تمثل ايضا شاشة تلفزيونية متصلة بقمر صناعي او تعمل كقمر صناعي وشاشة تلفزيونية متصلة بكاميرات مراقبة في آن واحد بتقنية هندسية والكترونية معينة هي بالقطع تختلف عن التقنيات المستخدمة حاليا فقد تكون اكثر تقدما منها او اقل ولكنها في جميع الاحوال تؤدي نفس الوظائف التي تقوم بها الاقمار الصناعية وشاشات العرض المتصلة بها وكاميرات المراقبة كما ذكر المقريزي ان الملك صابن ايساد او صابن مرقونس وهو باني مدينة صالحجر والمسمات باسمه صا والواقعة بمحافظة الغربية حاليا عمل في مدينة من في التي بنى اكثرها مرآة يرى فيها الاوقات التي تخصب فيها مصر وتجدب ان يرى فيها الاراضي الخصبة والجدبة وكان صامن ملوك ما بعد الطفان كما ذكر المسعودي في اخبار الزمان وذكر المسعودي والمقريزي وغيرهم ان الملك توميدون بن تدروسان بن هوصال نقل مقر مملكته الى امسوس وهي منف بعد الطفان وكان من ملوك ما قبل الطفان وكانت امه ساحرة فعلمته السحر فخرج كاهنا منجما ساحرا فعمل بمساعدة امه اعمالا عجيبة منها قبة من زجاج على هيئة الكرة متقنة الصنع تدور على دوران الفلك وصورت فيها صور الكواكب فكانوا يعرفون بها اسرار الطبائع وعلوم العالم بطلوعها واقوالها وهذه القبة التي كانت على هيئة الكرة والمصنعة من الزجاج الكورتز بطريقة هندسية وفنية متقنة كانت تدور مع دوران الفلك بطريقة اوتوماتيكية اي تتحرك تبعا لتحركات النجوم والكواكب في السماء وتقوم برصدها وتصور او تظهر فيها صور هذه الكواكب والنجوم ويعرف من خلالها اسرار الطبائع اي اسرار ما في الكون وعلوم العالم اي باختصار كانت تقوم هذه الكرة بنفس وظائف القمر الصناعي فالقمر الصناعي على شكل كرة ايضا ويصنع من مواد مختلفة منها الكورتز ومعادن اخرى بطريقة هندسية وتقنية متقنة ويمكن من خلاله رصد تحركات بعض النجوم والكواكب بمساعدة اجهزة اخرى ومراصد فلاكية على الارض وسفن فضاء يتم اطلاقها في الفضاء وبذلك يتم كشف اسرار السماء والارض والكون والتعرف على مجالات جديدة من العلوم وصنع نبي الله سليمان في زمانه مرآة مماثلة لهذه المرايا الفرعونية حيث ينظر فيها فير صور القرات السبع وما يحدث فيها وقد ذكر المسعودي في اخبار الزمان ان طارق ابن زياد عثر على هذه المرآة عند فتحه للاندلس باحدى البيوت المعظمة وهي المعابد عند الاندلسيين وذكر المقريزي وغيره ان الملك مارقونس انشأ في صحراء الغرب ملعبا من زجاج ملون وعمل في وسطه قبة من زجاج اخضر صافي اللون فكانت الشمس اذا طلعت عليها القت القبة شعاعها على مواضع بعيدة ومما يؤكد صحة ما جاء بكتب المؤرخين المسلمين على القباب والمرايا والكرات التي كانت توضع على المنارات ما يشبه المسلات والاماكن المرتفعة ما جاء ببرديات منف من ان الهرم الاكبر كان فوقه كرة معدنية كبيرة من معدن مقدس يسمى الالكتروم وكانت هذه الكرة تعكس اشعة الشمس بالنهار وتغير اتجاهاتها بتغير زاوية الليل وتعكس اشعة النجوم والافلاك وصورها كمرآة راصدة طول الليل تحدد مسارات النجوم وبروجها وبيوتها وديكاناتها ولنذهب الان لهذا السلاح المصري القديم والذي بلغ اقصى درجات العبقرية والذكاء وهو عبارة عن تماثيل فرعونية تقبض على اللصوص والغرباء واخرى تصيبهم بالتنويم المغناطيسي وثالثة تلقي على الاعداء قنابل حارقة بمدافع نارية ذكر المسعودي في اخبار الزمان ان الملك بقراويس بن مصراين مؤسس مصر قبل الطفان عمل على الحدود تماثيل من نحاس مجوفة وملأها كبريتا ووكل بها روحانية النار فكان اذا قصدهم قاصد اي عدو بسوء ارسلت تلك الاصنام من افواهها نارا فاحرقته اي كانت هذه التماثيل عبارة عن مدافع نارية تعمل بطريقة اوتوماتيكية عند اقتراب الاعداء من الحدود كما ذكر ان الملك سرياق بن توميد احد ملوك مصر قبل الطفان صنع عجائب كثيرة منها بطة من نحاس قائمة على اسطوانة وضعها في داخل مدينته فكان اذا دخل الغريب من ناحية من النواحي او باب من ابواب المدينة ولم يكن معه اذن بالدخول صفقت بجناحيها وصرخت فيأخذ المتسلل الى المدينة ويكشف عن امره ومقصده كما ذكر ان الملك قنطويم بن قطيم بن مصرايم بن بيسر بن حامي بن نوح ثالث ملوك مصر بعد الطفان بنى المدائن الداخلة وعمل فيها عجائب وجعل للمدينة اربعة ابواب واربعة تماثيل على كل باب تنثال من نحاس فاذا عبر غريب من الباب ولم يكن معه تصريح بالدخول القى عليه التمثال النوم والسبات وعمل منارة من زجاج ملون على قاعدة من نحاس وعلى رأس المنارة صورة صنم من زجاج كبيرة وفي يده قوس وكأنه يرمي به وكان الصنم يتوجه من ذات نفسه اوتوماتيكيا الى مهب الرياح الاربع فاذا رأى غريب او وقعت عينه عليه اصيب بالنوم والسبات اي ان هذه التمثيل كانت اجهزة مصنعة من النحاس ومعادن اخرى او احجار كريمة تصدر موجات مغناطيسية تشل حركة الغريب المتسلل للمدينة وتدخله في حالة من النوم والسبات التنويم المغناطيسي وذكر ايضا ان اشمون بن مصراين بن بيسر بن حام بن نوح باني مدينة اشمون ومدينة يقال لها طهرطيس في الجبل الشرقي وجعل فيها عجائب كثيرة وجعل لها اربعة ابواب من كل جهة باب واحد وجعل على الباب الشرقي صورة عقاب وعلى الباب الغربي صورة نصر وعلى الباب الجنوبي صورة اسد وعلى الباب الشمالي صورة كلب واسكن فيها الروحانيات بالطاقات المختلفة فكانت تنطق وتصرخ اذا اقترب منها غريب ولم يكن احد يستطيع دخول للمدينة دون استئذان الموكلين بها وذكر المقريزي نقلا عن ابن وصيف شاه ان الملك عديم ابن البوتشير بن قفتريم عمل على النيل قنطرة في اول بلد النوبة ونصب عليها اربعة اصنام موجهة الى اربع جهات الدنيا الشرق والغرب والشمال والجنوب وفي يدي كل من الاصنام حربتان يضرب بهما من يأتي من هذه الجهة من الاعداء او الغرباء فلم تزل هذه الاصنام بحالها الى ان هدمها فرعون موسى وذكر نقلا عن ابن وصيف شاه ان الملك نقرويش او بقرويس كما ذكره المسعودي بن مصراين بن مركبيل بن داويل بن عرياق بن ادم مؤسس مصر وباني مدينة امسوس منف بعد الطفان عمل عجائب كثيرة في مدينة امسوس منها صنم من حجر اسود في وسط المدينة في مقابلة صنم مثله فكان اذا دخل الى المدينة سارق لا يقدر ان يخرج منها دون ان يمر بين يدي هذين التمثالين فاذا مر بينهما اطبق عليه وامسكاه فيقبض الناس عليه وذكر ان الملك عرياق بن عقام بن مصرام بن بقرويس بن مصراين عمل اعمالا عجيبة منها شجرة صفراء اي من النحاس او الذهب او البرونس لها اغصان من حديد بخططيف اذا قرب الظالم منها اخذته تلك الخططيف ولا تفارقه حتى يعترف بظلمه ويخرج منه لخصمه ومنها صنم من كدان اسود كانوا يتحاكمون اليه فمن زاغ عن الحق ثبت في مكانه ولم يقدر على الخروج منه حتى ينصف خصمه من نفسه ولو اقام سنة لقد كانت هذه الاصنام او التماثيل المصنعة من النحاس والمعادن الاخرى بمثابة اجهزة امنية تساعد في القبض على اللصوص والغرباء والظلمة والمجرمين وكانت هذه الاجهزة كما ذكر المؤرخون مطلسمة اي تعتمد على علم الطلاسم وهو علم الموجات والاشعة والالكترونيات كما سبق واوضحنا ولا ندري حتى الان كيف كان في استطاعة هذه الاجهزة التعرف على اللصوص والغرباء والمجرمين وتميزهم من بين الناس وغالبا كانت هذه الاجهزة تميز بينهم من خلال الهالات المحيطة بهم والالوان الموجية الصادرة عنهم فكل انسان له تردد موجي معين ولون موجي محدد والاشرار والمجرمون تصدر عن نفوسهم الشريرة الخبيثة طاقات وموجات والوان معينة يمكن قياسها ومعرفتها باجهزة الكشف الموجي الحساسة وغالبا كانت الاصنام او الاجهزة التي صنعها قدماء المصريين لتساعدهم في القبض على اللصوص والغرباء والمجرمين والاشرار بسبب هذه الانواع من اجهزة الكشف الموجي واللوني الحساسة والتي تعتمد على الاشعاع الحراري والطاقات الموجية واللونية الصادرة من الاشخاص في التمييز بينهم وهي اجهزة معقدة وحساسة ودقيقة للغاية وذات تكنولوجيات متقدمة ومتطورة جدا وتعتمد في تصميمها وتقنياتها على الكثير من العلوم والمعارف وهذا السلاح لم يجدوه مطلقا بسبب ما حدث لفرعون موسى وما فعله نبوخذ نصر بمصر بعد ذلك السلاح المدني الجبار تماثيل فرعونية مطلسمة تصدر موجات وذبذبات صوتية تطرد الحيوانات المتوحشة والطيور والحشرات الضرة من المدن او تقتلها ذكر المقريزي في الخطط نقلا عن ابن وصيف شاه ان الملك عديم ابن البوتشير عمل في الشرق منارا واقام على رأسه صنما موجها الى الشرق مادا يديه يمنع دواب البحر والرمال ان تتجاوز حده وكتب في صدره تاريخ الوقت الذي نصبه فيه وصنع شداد بن عديم عندما تولى الحكم بعد ابيه باسيطة مثالا مطلصما لاستياد التماسيح ومنع ضرارها فكانت التماسيح تأتي من النيل الى اخمين فيمسكها ويقتلها ويستعمل بلودها في الصفن وعملت ام الملك ميلاطس وكانت ساحرة بركة عظيمة في صحاء الغرب وجعلت في وسطها عمودا طوله ثلاثون ذراع في اعلاه قصعة من حجارة يفور منها الماء فلا ينقص ابدا وجعلت حول البركة اصناما من حجارة ملونة على صور الحيوانات من الوحش والطير والبهائم فكان كل جنس يأتي الى صورته فيقبض عليه ويأخذ لينتفع به وكان مرقونس حكيما محبا للنجوم والعلوم والحكمة فلما ملك مصر عملت في وقته اعجيب كثيرة منها الصور الحيثمية من الضفادع والخنافس والذباب والعقارب وسائر الحشرات وكانت اذا جعلت في موضع اجتمع اليها ذلك الجنس من الخنافس او الضفادع او الزباب ولا يقدر على مفارقة تلك الصورة حتى يقتل وكان يعمل اعمالها كلها بصورة درج الفلك واسمائها وطوالعها فيتم له من ذلك ما يريد اما عرياق بن عقام فعمل شجرة من حديد ذات اقصان ولطخها بدواء مصنوع بمودة كيموية فكانت تجلب كل صنف من الدوب والسباع والوحوش اليها حتى يتمكن من صيدها وكان اذا غضب على اهل اقليم سلط عليهم الوحوش والسباع ويقال ان هاروت ومروت نزلا من السماء في زمانه ولما ملك بعده لوجين بن نقاوش كان عالما بالكهانة والطلسمة فعمل اعمالا عجيبة منها ان الغداف والغراب كثر في ايامه واتلف الزرع فعمل اربع منارات في جوانب مدينة امسوس الاربع على كل منارة صورة غراب في فمه حية قد التوت عليه فنفرت عنهم الطيور المضرة من وقتها وذكر المسعودي في اخبار الزمان ان قنطويم بن قطيم عمل بالمدائن الداخلة عمودا من نحاس عليه صورة طائر فاذا قرب الوحش والاسد والحيات من المدينة صفر ذلك الطائر صفيرا عاليا فترجع تلك الدواب هاربة ولما ملك بعده ابنه البوتشير عمل بصحراء الغرب شجرة من نحاس واقامها في موضع محدد فكان كل ما يصل اليها من الوحوش لم يستطع الحركة ولا البراح من عندها حتى يأخذ قبضا ويقتل ففكر احد الملوك المجاورين لمصر عن حيلة لسرقة تلك الشجرة فقلعها واحتملها ليضعها في بلده فيعمل له مثلها فلما قلعت من موضعها بطل عملها فلم ينتفع بها وعمل احد كهنته شجرة من نحاس عليها غراب في منقاره حية بادية الطرفين وهو ناشر الجناحين وكتب على ظهره كتابا فكان الغربان يقمن على تلك الشجرة حتى يمتنى او يؤخذن فيقتل وذكر المسعودي في مروج الذهب ان هناك مواضع من الارض مدنا وقرا لا يدخلها عقرب ولا حية مثل مدينة حمصة ومعر وبصر وانطقية وقد كان ببلاد طقية اذا اخرج انسان يده خارج سور المدينة وقع عليها البق فاذا جذبها الى الداخل لم يبقى على يده شيء الى ان كسر عمود من الرخام في بعض المواضع بها فوجد في اعلاه حكم النحاس في داخله بقى مصور من نحاس طوله حوالي كف فما مضت ايام حتى صار البق في وقتنا هذا اي الوقت الذي كان المسعودي يكتب فيه هذا الكلام يعم الاكثر من منازلهم لقد كانت هذه التماثيل بمثابة طلسم جهاز مصمم على اسس علمية فيزيائية وهندسية وفلكية يصدر موجات ذات تردد ذبذبي معين يجذب الحيوانات والحشرات والطيور اليه او يطردها من المدن لان هذا التردد عال جدا بالنسبة لمستوى التردد ذبذبي السمعي لهذه الحيوانات والحشرات فكانت تتأذى منه وتبتعد عنه وقد صنعت في العصر الحديث اجهزة في صور اقلام او ولاعات وغيرها يحملها الانسان في جيبه فتقوم باصدار موجات ذات تردد ذبذبي سمعي عال جدا بالنسبة للنموس او الفئران وغيرها فتبتعد هذه الحيوانات عن الانسان الذي يحمل هذه الاجهزة او عن المكان الموضوعة فيه ولا شك ان تصميم هذه الاجهزة يحتاب الى علم بلغة الحيوانات والطيور او بمعنى ادق دراسة الترددات الذبذبية لاصواتهم واذانهم والتي لا يسمعها الانسان وبعض هذه التلاسم او الاجهزة او التمثيل كان يصدر اصواتا معينة بتردد ذبذبي لا يسمعه الانسان ويسبب ازعاجا لهذه الحيوانات والطيور وهذه الاصوات كانت تمثل اصوات حيوانات وطيور ووحوش اخرى تخشى منها هذه الحيوانات فتبتعد عن الاقتراب من المدن والاماكن الموجود بها هذه التلاسم ظن منها ان هذه الاماكن مكدسة بالوحوش او الحيوانات او الطيور المعادية لها وقد جاء بالنقوش الفرعونية ما يؤكد صحة ما قاله مؤرخ العرب عن التمثيل التي كان الفراعنة يضعونها في اماكن معينة ترتبط بمجالات الطاقة والاشعاع والموجات الكهرومغناطسية المتجمعة في هذا المكان والمرتبطة باوضاع النجوم والكواكب وتحركاتها لمنع دخول الحيوانات او الحشرات من المدن او دفع ضرارها عن المسافرين في الطرق الصحراوية ففي صحاء القاهرة الشرقية عثر على مجموعة من التمثيل للملك رمسيس الثالث واحدى الملكات واحدى الالهات وكان اغلبها محقما ووجد عليها كتابات تفين ان هذه التمثيل تمثل وحدة متكاملة لحماية المسافرين عبر هذا الطريق من لدغات الحشرات السمة والعقارب والثعبين وكان فوق قمة تاج الملك في التمثال الخاص به شكل للجعران مسطح يمثل للاله خبري وقد كان هذا الاختراع حصرا من اختراع المصريين القدماء ولكن الغرب سرقوه كالعادة ونسبوه لانفسهم نأتي الان لاختراع فرعوني مذهل وهو عبارة عن محطة مياه بها جهاز فرعوني يستخلص الماء من الهواء بالتكثيف او بتكوينه من عناصره الذرية ذكر المقريزي نقلا عن ابراهيم ابن وصيف شاه ان الملك عديم ابن البودشير عمل في احدى المدائن الاربع التي قام ببنائها حوضا كبيرا من سوان اسود مملوءا ماء لا ينقص ماءه طوال السنة ولا يتغير لانه كان يكتلب اليه الماء من رطوبة الهواء وكان اهل تلك المدينة يشربون منه ولا ينقص ماءه وقد عمل لهم هذا الحوض لبعدهم عن النيل وذكر بعض كهنة القط ان ذلك الحوض كان قريبا من البحر المالح فكانت الشمس ترفع بحرارتها بخار البحر فينحصر عن طريق الحوض جزء من ذلك البخار بالهندسة او بالسحر فيسقط في ذلك الحوض بالجوهر مثل الظل ويمده الحوض بالهواء فلا ينقص بذلك ماءه ولا يتغير طوال السنة ولو شرب منه العالم وذكر ابن اياس في نزهة الامم نفس هذا الامر فهذا الحوض كان بمثابة محطة مياه وقد وصفها مؤرخ العرب بالفاظ علمية في منتهى الدقة فقولهم ان هذا الحوض كان لا يتغير ماءه طوال السنة لان الحوض يمده بالهواء عن طريق جهاز مركب به بالقطع معلومة علمية في منتهى الاهمية لان الماء الراكد يأسا ويتغير بعد عدة ايام لكن هذا الحوض او هذه المحطة كان بها اجهزة تقلب الماء الموجود به وتمده بالاكسوجين اولا باول مثل مواتير الاكسوجين او تقليب الماء التي نضعها في احواض سمك الزينة حتى لا يفسد الماء وكان بهذه المحطة اجهزة تقوم باستخلاص الماء من بخار او رطوبة الهواء المتصاعدة من البحر فتقوم بتحليتها وتكوين الماء منها وانزاله الى الحوض وذلك بالتكثيف او عن طريق تكوين الماء من عناصره الذرية عن طريق دمج ذرتين هيدروجين مع ذرة اكسوجين من الهواء فيتم تكوين جزيئات ماء تتحد مع بعضها لتكوين قطرات الماء التي تنساب الى الحوض بعد ذلك وذلك بتقنيات وتكنولوجيات دقيقة وهي ما عبر عنه المؤرخون العرب بالهندسة او بالسحر او بالحكمة اي باسس علمية وهذه التكنولوجيا تحاول للحضارة الغربية حاليا التوصل اليها لحل مشكلة ندرة المياه الصالحة للشرب في العالم وذلك بعدما تأكدوا من وصول الحضارة المصرية القديمة اليها من قبل الفراعنة استصلحوا الصحراء نعم كما سمع فقد صنعوا شاشات مائية ميكانيكية لري الاراضي الزراعية الصحاوية ذكر المقريزي في الخطط وغيره من المؤرخين نقلا عن ابراهيم بن وصيف شاه ان الملك نقراوش ابو بقراويس مؤسس مصر قبل الطفان وباني مدينة امسوس منف بعد الطفان عمل فوق جبل بطرس منارا يفور بالماء ويسقي ما حوله من المزارع وذكر المسعودي باخبار الزمان نفس المعلومة فهذه المنارة كانت نوعا من الرشاشات الميكانيكية التي تقوم بري الاراضي الزراعية مثل الرشاشات الميكانيكية التي نستخدمها الان في ري الاراضي الصحاوية هل ستصدق ان الفراعنة صنع فرنا كهربائيا لطهي المأكولات ذكر المقريزي في الخطط وابن اياس في نزهة الامم وغيرهم من كبار المؤرخين ان الملك اكسيس بن معدان بن معاديوس بن دارم بن دريموس وهو الفرعون السادس يقصد الفرعون السادس من فراعنة العمالقة وهم هكسوس وهو فرعون نبي الله موسى عليه السلام عمل في ايامه تنور يشبه الفرن يشوى فيه من غير نار ويطبخ فيه بغير نار والفرن الذي يمكن ان يشوى فيه ويطهى به الاكل بدون نار هو الفرن الكهربائي الا اذا كان هناك تقنيات اخرى لافران اخرى يمكن ان يشوى ويطهى فيها الاكل بدون نار مباشرة باستخدام وسائل اخرى غير الكهرباء تولد حرارة مرتفعة جدا تصلح لطهي وشوي المأكولات واللحوم مثل ان يكون الفرن يشوي ويطهي بالموجات الكهرومغناطيسية هل تعجبت من كل ما سمعته حتى الان انتظر فالاعجب لم يأتي بعد فلقد اخترع الفراعنة اجهزة فرعونية لضبط السفن والغرباء المتهربين من دفع الرسوم الجمركية والضريبية على نقط المرور الحدودية ذكر المقريزي في الخطط وابن اياس في نزهة الامم ان فرسون بن قليمون بن اتريس عمل على بحر القلزم وهو البحر الاحمر حاليا منارا على رأسها مرآة تكتذب بها المراكب الى شاطئ البحر فلا يمكنها ان تبرح مكانها الا ان تدفع العشر وهو مقدار الرسوم الجمركية المقررة على حمولة السفينة فاذا دفعت العشر سترت المرآة حتى تمر المركب والتقنية التي كانت تعمل بها هذه المرآة ما زالت مجهولة لنا فهي تعمل كمغناطيس ضخم يجذب هذه السفن اليه وذكر المقريزي ايضا ان الملك مارقونس عمل بالاسكندرية صورة راهب جالس على قاعدة وعلى رأسه كالبرنوس وفي يده كالعكاس فاذا مر به تاجر وضع بين يديه شيئا من المال على قدر بضاعته فان تجاوزه من غير ان يضع بين يديه المال لم يقدر على الجواز وثبت قائما في مكانه وهذا في الغالب جهاز الكتروني يحجز ويقبض على اي تاجر يمر من امامه دون ان يدفع الرسوم الجمركية المقررة عليه اما بالنسبة للاختراع القادم ذكره فقد اثار اعجابي بشكل كبير وكنت اتمنى ان يظل موجودا حتى وقتنا هذا وقد صنعته حضارة اطلنتس المصرية قبل الطفان وهو عبارة عن تماثيل شافية تشفي الامراض بمضادات حيوية وادوية وموجات كهرومغناطسية واشاعة تصدر منها ذكر المسعودي في اخبار الزمان والمقريزي في الخطط وابن اياس في نزهة الامم وغيرهم ان الملك سوريد نسهل باني اهرامات الجيزة قبل الطفان عمل بوسط مدينة امسوسمنف تمثالا على صورة امرأة جالسة في حجرها صبي كأنها تردع فكانت المرأة من نساء مصر اذا اصابتها علة في جسمها اتت هذا ذا التمثال ومسحت ذلك الموضع من جسدها بمثل ذلك الموضع في التمثال فتزول عنها العلة وان قل لبنها مسحت ثديها بثدي التمثال فيكثر لبنها وان قل حيضها مسحت فرجها بفرج التمثال فيكثر حيضها وان كثر دمها مسحت اسفل ركبتها بمثل ذلك في التمثال وان عصرت ولادتها مسحت رأس الصبي فيسهل حملها والكثير مثل ذلك ولم تزل هذه الصورة على حالها حتى ازالها الطفان وفي بعض كتب القط انها وجدت بعض الطفان وانهم استعملوها وعبدوها وصوروا صورتها في جميع معابد مصر وهذا التمثال للمذكور هنا هو تمثال ايزيس وهي جالسة ترضع طفلها حورس وكان لها تمثال ضخم يقابل ابو الهول على هضبة الفسطات وغالبا هو التمثال للمذكور هنا في هذه النصوص وغالبا كان هذا التمثال يصدر موجات كهرومغناطيسية او نوعا معينا من الاشعة التي تشفي الامراض او تساعد في تعديل وضبط مسارات الطاقة بالجسم فتساعد للخلايا في الموضع المصاب على افراز مودة كيموية تعالج المرض او تقوي المناعة او شيء من هذا القبيل وغالبا كان كل جزء من جسد التمثال مصنعا من مودة او ملطخا بمودة كيموية معينة تختلف عن باقي اجزاء التمثال بحيث يختص كل جسء باصدار الموجات والاشعة اللازمة لشفاء هذا العضو من الجسد فقط وقد صور المصريون فعلا ايزيس وابنها حورس وصورها وهي ترضعه في الكثير من المعابد والمقابر وايزيس هي زوجة اوزيري سهبيل الذي قتله ست قبيل وهما اول ابناء ادم وكانوا يسمونه جب وعمل سوريد ايضا التمثال الذي يقال له بكوس المعمول من الاخلاط الكثيرة في الطب وكان يعمل اعمالا كثيرة في دفع الامراض والعلل عن اهلها ويعرفون من يبرأ منهم فيعالجونه فيعيش ويعرفون من يموت بعلامات تظهر منه فيقصرون عن علاجه وكان هذا التمثال يزيل الامراض والعلل بصب الماء على التمثال ويغسل ذلك الموضع المقابل من جسده في التمثال ثم يشرب هذا الماء فيبرأ اي كانوا يقومون بدهان كل جزء من اجزاء التمثال بادوية مختلفة كل يوم ثم يأتي المريض فيصب الماء على ذلك الجزء ويغسله ليختلط بالمواد الكيموية الموجودة به فيختلط الدواء بالماء ويصب في حوض موجود بالتمثال فيشرب منه فيبرأ وهذه التمثيل الشافية التي كان يصب فوقها الماء ويشرب منه فتشفى الامراض بما كان يطلق عليه الماء المقدس ورد بالبردية والنقوش الفرعونية ما يؤكد صحتها وعثر على تماثيل من هذا النوع كتمثال جدحر الذي عثر عليه في عام 1909 بمدينة اتريب بالدلتة والمحفوظ الان بالمتحف المصري وبالتمثال حوض ماء كان يقوم المريض بصب الماء على الجزء المراد من التمثال وغسله ثم ينساب هذا الماء الى الحوض فيشرب منه المريض فيبرأ وذكر المقريزي ان شداب بن عديم اقام في الجانب الشرقي من النيل مدائن في احداها صورة صنم قائم وله احليل اذا اتاه المعقود والمسحور والضعيف جنسيا ومسحه بكلتا يديه زال عنه السحر وزادت قوته الجنسية وفي الجهة الاخرى بقرة لها ضرعان كبيران فاذا انعقد لبن امرأة اتتها ومسحتها بيديها فيدر لبنها وهذا التمثال كان تمثال الاله بس وهو ما زال موجودا حتى الان في مصر كما ذكر المقريزي ان الملك مناوس بن منقاوس عمل في صحراء الغرب بالقرب من مدينة السحرة قبة عليها كالسحابة تمطر شتاءا وصيفا مطرا خفيفا وتحت القبة مطهرة وهو اناء وحوض طاهر او معقم فيها ماء اخضر يداوى به من كل داء فيبرأ به والماء الاخضر الذي يداوي كل داء هو في الغالب مضد حيوي او مقوي للمناع وذكر ايضا ان الملك بدارس انصى بنى في غربي مدينة منف بيتا عظيما لكوكب الزهرة واقام فيه صنما عظيما من لزرد مذهب بتاج مذهب يلوح بزرقة واساور من زبرجد اخضر وكان الصنم في صورة امرأة لها ضفيرتان من ذهب اسود ملفوف وفي رجليها خلخالان من حجر احمر شفاف وانعلان من ذهب وبيدها قضيب من مرجان وهي تشير بسبابتها كأنها تسلم على منف الهيكل وجعل بحذائها تمثال بقرة ذات قرنين وضرعين من نحاس احمر مموه بذهب موشحة بحجر اللزور ووجه البقرة تجاه وجه الزهرة وجعل بينهما مطهرة من اخلاط الاكسان مود عضوية وكيماوية على عمود رخام مجزع وفي المطهرة ماء مدبر يستشفى به من كل داء وذكر ابن اياس في نزهة الامم والمقريزي في الخطط ان الملك من قوس بن شداد عمل بيتا به تمثيل لجميع العلل وكتب على رأس كل تمثال ما يصلح من العلاج لكل علة فانتفع الناس بها زمانا الى ان افسدها بعض الملوك وعمل صورة امرأة مبتسمة لا يراها مهموم الا زال همه ونسيه فكان الناس يتناوبونه ويطوفون حولها ثم عبدوها من جملة ما عبدوه بعد ذلك ومما يدل على ان التمثيل الشافية كان بعضها يعالج الامراض بما يصدره من موجات كهرومغناطيسية او اشعة ما سبق قد ذكرناه في حلقة سابقة عن التمثال الفرعوني ذو القطبين المغناطيسي والكربوني الذي يعمل كجهاز شحن لخلايا العقد عصبية وحيدة القطب بنوع من الطاقة الكهرومغناطيسية المشابهة لطاقة الاعصاب مما يؤدي الى شفاء الكثير من الامراض والعلل المرتبط بالجهاز العصبي ليس هذا فقط بل ان علم الهندسة الوراثية سرقه الغرب من الحضارة المصرية القديمة حيث ان الفرعين تولدوا اشجارا وثمارا مهجنة بالهندسة الوراثية ذكر المقريزي في الخطط ان الملك نقاوش ابن نقراوش بنى مدينة بارض مصر قبل الطفان اسمها حلجمة وعمل فيها جنة صفح حيطانها بالجواهر الملونة والذهب وغرس فيها اصناف الاشجار واجرى تحتها الانهار وغرس فيها شجرة مولدة مهجنة سائر الفواكه وذكر المسعودي في اخبار الزمان ان الملك بقراويس بن مصرايم مؤسس مصر صنع عجائب كثيرة في مصر بما كان عنده من الكهنة والسحر والطلسمة ومختلف العلوم التي علمها لابنه مصرام الذي ملك مصر بعد ابيه وان مصرام عمل في جنته شجرة مهجنة او معدلة وراثيا تؤكل كل منها جميع الثمار وذكر ايضا ان الملك سهلون بن سريا ابتدع ما يستغرب من الصناعات وولد غرائب الاشجار وكذلك قام الملك اشمن الذي يقال انه هرمس الاول ببناء مدينة في سفح الجبل يقال لها طهرطيس بالجبل الشرقي وغرس فيها شجرة تحمل كل صنف من الفواكه وكانت هذه المدينة تسمى مدينة البسق او اليوس باسم الشجرة المنصوبة فيها ولا شك ان هذا الشجر الهاجين الذي ينتج كل الثمار او انواع كثيرة من الفواكه كان شجرا غريبا مهجنا او معدلا وراثيا بطرق علمية متقدمة تشير الى ان الفراعنة كانوا متقدمين في مجال الهندسة الوراثية ولم ينصب اهتمامهم في مجالات التهجين والاستنساخ بالهندسة الوراثية على المجال الزراعي فقط بل امتد ايضا الى تطبيق هذه التقنيات على الحيوانات ايضا كما اشار لذلك المسعودي بكتابه القضايا والتجارب ولا نعلم ان كانوا قد طبقوا هذه التقنيات على الانسان ايضا ام لا وفي مجال الطاقة فقد وصل المصريين القدماء لدرجة من التطور لا يصدقها العقل فالفراعنة استخدموا الاحجار الكريمة والمعادن المتفسفرة والمشاعة المعالجة كيميائيا وذريا في تصنيع مصابيح كهربائية تضيء المدن ذكر المسعودي في اخبار الزمان ان الملك اشمون باني مدينة اشمون بنى بمدينة طهرطيس مسلة او عمود او مبنى مرتفع طوله ثمانون ذراعن وعلى رأسه قبة تتلون في كل يوم بلون حتى تنقضي سبعة ايام بسبعة الوان ثم تعود الى اللون الاول وتضيء المدينة بذلك اللون اي كانت هذه القبة عبارة عن مصباح كهربائي يغير لونه كل يوم الى لون من الوان الطيف السبعة وقد يكون هذا المصباح يعمل بالطاقة الشمسية وبطريقة الكترونية بحيث ينتص كل يوم لونا من الوان الطيف السبعة الصادرة من الشمس بتقنية ما ثم يعيد بثه او اشعاعه في الليل وهكذا كل يوم او قد يكون معدا ومركبا بطريقة ما ما زلنا نجهلها تماما فالاحتمالات كثيرة ولا مجال لذكرها جميعا وذكر ان الملك بقراويسا قراوش مؤسس مصر قبل الطفان خرج مغربا حتى بلغ المحيط الاطلنطي وبهذا يكون اول من اكتشف الامريكيتين ولعله هو الذي قام بتشييد الاهرامات الموجودة بالمكسيك او احد خلفائه الذين استوطنوا في هذه المناطق بعد هذه الحملة وعمل هناك اعمالا وبنى اساطين جعل على رؤوسها اصناع من تسرج عيونها كالمصابيح في الليل ولما تولى ابنه مصرامل ملك بعده بنى هيكلا للشمس وجعل في الهيكل قنديلا من الزجاج الصافي وجعل فيه حجرا معالك كيميائيا او ذريا او مصنع بتقنية هندسية وفنية تضيء اكثر مما يضيء المصباح كما ذكر المسعودي ان الملك افراوس بن مناوس لما ملك مصر بعد ابيه عمل منارة جعل فيها قبة مذهبة ولطخها بلطخات وهي مود كيموية او مشعة فاذا غربت الشمس اشتعلت تلك القبة نورا فتضيء جزءا كبيرا من المدينة يقصد مدينة منفي الغالب فلا تستطيع الرياح ان تطفئها ولا الامطار واذا جاء النهار قل ضوءها لتصبح مثل نور الشمس ولما مات قبطيم بن مصراين بن بيصر بن حامي بن نوح والمنسوب اليه القط دفن في سرب نفق او ممر تحت الجبل الكبير وصفح بالمرمر الملون وجعل فيه منافذ للريح وجعل كرؤوس من نحاس مطلية بادوية تضيء ابدا كأنها سراج لا تطفأ ودهن جسده بالمرمر والكفور وجعل الممياء في تبوت من ذهب وجعل تبوته تحت قبة على عمد من مرمر ملون وفي وسط القبة عمود عليه جوهرة معلقة تنير السراد وذكر المقريزي وابن اياس وغيرهما كلاما مشابها لما قاله المسعودي عن هذه المصبيح الكهربائية التي صنعها الفراعنة وما ذكره المؤرخون العرب عن اضاءة المدن الفرعونية عن طريق مصبيح من الاحجار الكريمة والمعادن والمودد المشاعة والمتفسفرة والمصممة بطريقة فنية والكترونية وهندسية وعلى اسس ونظريات علمية يتفق تماما مع ما جاء بالبرديات الفرعونية التي تم العثور عليها ولكن اخطر ما سرقه الغرب على الاطلاق من التكنولوجيا المصرية القديمة المتطورة كان هذا السلاح الرهيب حيث قام الفراعنة باستخدام اليقوت الاحمر في توليد اشاعة الليزر حيث انه من المعروف علميا ان اشاعة الليزر يمكن توليدها عند تسليط ضوء قوي على منشور من اليقوت الاحمر والليزر من الاشاعة الضرة والنافعة في آن واحد فقد تم استخدامه في مجالات عديدة طبية وصناعية وتم استخدامه في تصنيع اسلحة تدميرية ايضا وقد عرف الفراعنة الليزر واستخدموه في مجالات عديدة فقد اكد بعض الخبراء ان قدماء المصريين قد تمكنوا من استخدام الليزر في الطب والتحنيط ولم يستبعد استعمال اشاعة الليزر في سقل التماثيل الجرانيتية وغيرها من احجار ديوريت والجرانيت الاسود والتي تحتفظ بلا معانها رغم تعرضها لمختلف العوامل الجوية عبر الاف السنين وقد اكد الدكتور سيد كريم ذلك وذكر في كتابه لغز الهرم الاكبر ان احد الخبراء السويسريين صرح بان قدماء المصريين عرفوا اشاعة الليزر عندما اكتشف ان نسيج الحلية التي كانت تغطي صدر ممياء احدى اميرات الدولة القديمة صنعت من نسيج دقيق من حبات خرز الكريستال الطبيعي الدقيق الحجم وقد تم ثقب حبات الخرز لتعقد اسلاك رفيعة من الذهب لا يزيد قطر الثقوب المتماثلة تماما بها عن جزء من المليمتر وهو ما لا يمكن تنفيذه وتحقيقه علميا الا باستعمال الليزر وقد جاء بالكتابات العربية الكثير من النصوص التي تشير الى ان الفراعن تصنع اجهزة تماثيل تعمل بطريقة ميكانيكية والكترونية فتولد اشاعة الليزر من اليقوت الاحمر بنفس التقنيات التي نولد بها الليزر اليوم او بتقنيات اخرى مختلفة فقد ذكر المسعودي في مرويج الذهب نقلا عن يحيى بن بكير ان عبدالعزيز بن مروان حاكم مصر في ايام الخليفة عبدالملك بن مروان اخيه اتاه رجل متنصح ودله على مكان كنز من كنوز الفراعنة فذهبوا الى الموضع الذي حدده وحفروا فوجدوا ديكا على باب المقبرة عيناه من اليقوت خرج منهما ضوء احمر شديد لامعا براق بمجرد ظهور رأس هذا الديك عند الحفر وكان جسم هذا الديك من الذهب وجناحاه من الزمر مما يعني ان هذا الديكا كان حارسا للمقبرة وهو عبارة عن جهاز الكتروني يعمل بطريقة آلية ويصدر اشاعة ليزر حارقة يلقيها على كل من يقترب من باب المقبرة من خلال عينيه المصنوعتين من اليقوت الاحمر وقد كان على منارة الاسكندرية تمثال يصدر اشاعة حارقة ويسلطها على السفن فتحرقها فقد تكون هذه الاشاعة اشاعة ليزر ايضا وقد عثر على الكثير من التماثيل في العصر الحديث لها اعين من اليقوت الاحمر وكذلك وجد ببعض المميوات المحنطة ان العينين تم استدالهما بعينين من اليقوت الاحمر وقد ذكر المسعودي ايضا انه في ايام الاخشيد محمد بن طغن تم فتح موضع مقبرة بمنطقة الاهرامات بالجيزة فعثر بداخلها على انية وتوابيه بها جثث محنطة وتماثيل مختلفة لشيوخ وشبان ونساء واطفال اعينهم من انواع الجواهر كاليقوت والزمرد والفيروز والزبرجن ومنها ما وجوهها من ذهب وفضة كان هذا كله جزء صغير من علوم واسرار حضارة مصر القديمة والتي زيف اعدائنا تاريخنا ليهمنا بان اجدادنا كانوا بدائيين وان الحضارة الغربية الحالية هي اعظم حضارة في التاريخ انشروا الفيديو في كل مكان حتى يعرف الجميع اننا اصحاب اعظم تاريخ واعظم حضارة ليعلم الجميع اننا ملكنا الارض كلها ذات يوم وسنعود لنملكها ثانية باذن الله وليعلم من يدعي ان الفضائيين هم بنات الاهرامات المصرية وان اجدادنا من المستحيل ان يكونوا هم بنات هذه المعجزة العظيمة لنقول لهم بان اجدادنا صنعوا ما هو اعظم من الاهرامات نفسها وانهم اصحاب الفضل فيما وصلت اليه البشرية كلها في زمننا الحالي وان الاهرامات كانت بالنسبة لاجدادنا مجرد مرحلة من مراحل العظمة التي لا تعد ولا تخصى ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والتعليق حتى ينتشر بسرعة في محركات البحث. والى اللقاء.